عايز تكلم عن كل حاجة أنت كتبتها في الكتاب الحقيقي وكلها فيها نوستالجية يعني رهيبة ما نقدرش نعديها عايز تكلم عن لالي الحلمية لالي الحلمية وهنقول تاني الفنان والأستاذ والكاتب والسيناريست الأستاذ أسامة أنوار عكاشة يعني فضل مع الداوي يقولنا أسامة أنوار عكاشة لالي الحلمية هنقول أسامة أنوار عكاشة لالي الحلمية ما قدرش عديها برد لالي الحلمية أنا في الكتاب ده طبعاً لاليه الحلمية بالنسبة لي هي ملحمة الملاحم يعني الدرامية ونفسي يبقى اللي هي مشروع مستقبلي أكتب عن لاليه الحلمية بس كملحمة في تاريخ الدرامة المصرية أنا في الكتاب كاتب عن ثلاث شخصيات في الاليه الحلمية فيه فصل عن شخصيتين هما زينهم وسماسم زينهم الدكتور سيد عبد الكريم وسماسم اللي هي الفنانة العظيمة سوريا المرشدي وفيه فصل تاني لوحده عن وصيفة بقى اللي هي إنعم سلوسة زينهم وطبعاً هي عظمة أسامة نوروكاشة لما احنا بنتكلم من ناحية الكاتب وعظمة أسامة نوروكاشة هو القدرة على تخليق الشخصيات بهذه الدقة الرهيبة يعني وعظمة بقى الفنانين اللي تم اختيارهم اللي هو زي الدكتور سيد عبد الكريم هذا العملاق اللي هو للأسف ما حدش ربع حقه وصير المرشدي إزاي قدروا يعملوا الشخصيتين دول بهذه الكفاءة والتفاصيل اللي هو كاتبها وسماع نوروكاشة يعني زينهم السماحي تحول هو تماهى مع شخصيت دكتور سيد عبد الكريم بالرغم من إنه هو ليه أدوار كتيرة وليه شخصيات كتيرة وإفلام ومسلسلات وكل حاجة بس هو تحول في الشارع أنواة زينهم السماحي وهو كان مفخور بدا يعني عظمة المسلسل إنه هو حتى ما كانش مداء من ده لحد ما مات كانوا الناس لما بيشوفوا في الشارع بيفكروا بزينهم السماحي فيمكن دي عظمة الليلة الحلمية يعني بنفسك كيفية مثلا السيدة نعم سلوسة نعم سلوسة دي طبعا للأسف الشديد يعني هي ما لهاش ظهور صحفي خالص إن هي ما بتعترفش قوي بأنها على هذه العظمة يعني إن لها ظهور هي بتعتبر إنه بعمل شغلي وخلاص بشهزة بعمل حوارات صحفية لذلك أنا ما كنتش لقيلها حاجة خالص يعني غير حاجة في الستينات قديمة اللي أنا بنيت عليها الموضوع يعني لكن هي بعد كده مثلا ما كانتش بتعمل حوارات خالص صحفية كيش تعمل مع صحفين إلا فيما نظر يعني بالزبط فهي إن عام سلوسة الحقيقة لما شافت الموضوع كمان أنا اتكلمت معاها وقلت لها أنت ما بتحبش الصحفين بس إحنا بنحبك يعني فهنعملك إيه مش عارفين ما نحبك إيش حاولت طبعا أتكلم معاها أجرها لحوار أو حاجة لكن هي كان عندها رفض تام يعني لأنها شايفة إنها بتعمل شغلها بس زي ما أي حد بيعمل شغله زي المهندس ما بيعمل شغله زي ما الدكتور بيعمل شغله فلا تحتاج كل هذا الاحتفاق مع أنها طبعا تحتاج احتفاق طول الوقت شغلها لحد دكتور بيعمل شغل اللحظها